إنها أعظم مرأة معمارية ليس في الزمن الحالي فحزم، ولكن ربما على مدى التاريخ كله، اقترن اسمها بإبداعات تشبه الحلم، وكثيراً ما كان يقول النقاد لها إن تصاميمك ستبقى رسوماً بالأحلام، لكنها وسعت أحلامها أبراجاً وملاعب، ونوادية ومراسية سفن. أثبتت بحزم بأن الهندسة المعمارية لم تعد حكراً للرجل فقالت العمارة لم تعد حكراً على الرجال، تلك الفكرة القائلة بأن النساء لا يمكنهن التفكير في الأبعاد الثلاثية، هي فكرة ساذجة. بدأ طريق زهى حديد الطويل والمتعرج للنجاح بطفولة رائعة، ومر بمراحل رئيسة من الصعود والهبوط التي شكلت مستقبلها الذي نعرفه اليوم.